عندنا خريطة مجسمة بشوف القلب هو مقفول كان قدامي بالزبط والحاجة اللي انا بدخلها كان انا فاتح القلب عن طريق فتحة صغيرة جدا في الفاخد اليمين شكت ابرة بالزبط عارفين الكانيولا اللي احنا بنعلقها عشان في الايد عشان نحط فيها محلول هي زيها بالزبط زي انبوبة القلم الجاف مندخلها في الفاخد الايمة وتمشي مع تيار الدم لغاية ما توصل للقلب في منها تشخيصية في منها علاجية يعني حتى الاسطرة الكهربية ساعات انا مثلا واحد بيجيلي الدربات مش بين عنده اعمل استادي بيسمها اي بي اس او دراسة كهرفسولوجية بنبه البقرة الكهربية سيميوليشن بتعمل نفس الدربات القلب اللي هي بتحصل وقوله هي دي يقولي فعلا هدي اللي بتجيلي وعد ادرسها وعملها تراكينج اتتبع عارفين التتبق خاصية التتبق جي بي اس شوفها طالع منين ودخلها فين وبتمشي في المصاري الطبيعي او لا لا امكان الفيديو ده مبسط جدا لكن هيديكم فكرة ازاي الاسطرة انا بدخلها عن طريق الوريد وزاي بيدخل فيها في الوريد اللي اجوف وبعد كده الازين الايمن وبعد كده البطين الايمن واحيانا بدخلها من ناحية الشمال عن طريق الاورطة عشان ادخل البطين الايصر واحيانا باضطر ان انا اعمل ترانسيبتال بانشور اللي هي السقب بين الازينين حاجة صغيرة جدا عشان اعدي بيها الازين الايصر لو الضفيرة موجودة في الأذين الأيسر أو لو العيان عنده زبزبة أذينية ولازم أعمل circulation أو أعمل عزل للأوريد الراوية الأربعة لو شفنا الفيديو هتلاقي بسيط جدا لكن معبر عن الحالة هتعرف إزاي الأسطرة بتعدي وإزاي بتلف وإزاي بنشوفها وهي بتلف وإزاي هي بترسم الإشارة الكهربية وإزاي هي بتبين كهربة القلب زي ما احنا شايفين الأزرق ده اللي هو الوريد والأحمر اللي جامه ده اللي هو الأورطة والقلب شغالة هوت بانتظام بعد شوية هتبص تلاقي الأسطرة واحنا بنزقها بتمشي مع طيار الدم بسلاسة جدا في التجويف بدون ما تأثر ولا تجرح الجدار وبتوصل لغاية الأذين زي ما احنا شايفين القلب هو منتظم اللي هي الدائرة الكهربية بتاعته من فوق خالص من الإس ينود والكبلات البسيطة اللي هي في أمر زي الكبلات إن هي من نفس الخلايا العضلية يعني هي مش مختلفة عن الخلايا اللي جنبها ومع ذلك المولى عز وجل منحها خاصية التوصيل الكهرابي بصفات معينة شايفيني الاشارة الكهربية ونزلة بتتوزع كهرباء المولى عز وجل لا تنقطع أبدا يعني أنت الطيار الكهرباء بتاع المصلحة أو بتاع المؤسسة اللي أنت فيها لازم تعمل جنريتور واحد احتياطي على قلة عشان تضمن الكهرباء المولى عز وجل ما عملش جنريتور واحد عمل عدد لا يحصى من المؤلدات الكهربية عمل مؤلد رئيسي في العودة بين الأزين والبطين ثم عمل من كل خلية بطينية القدرة أن هي تعمل جنريتور لو انقطع الطيار الكهرابي وإدانا القدرة أن احنا نرصد هذا النشاط الكهربية وإدانا الفاسيليتي والعلم أن احنا نسجله وإدانا العلم أن احنا نحلله شايفين الشيس اللي هو داخل فيه اللي هو الغمد الأخضر ده والأسطرة اللي بتمشي دي اللي هي عمالة تطلع لغاية فوق لغاية ما ندخل بيها اللي هي الأزرع دي اللي هونها أزرع هيت دي أسطرة الكاي شايفين التب بتاعتها أو الطرف بتاعها زي سن الألم الجاف الأمبوبة بتاعت الألم الجاف البقرة الصغيرة اللي هي كاوتة دي دي خلاص أخمادة البقرة الشازة فينتظم النبض بإذن الله تعالى فعلا يعني يا ربي يعني أحمدك على كل النعم اللي أنت أحط بيها البشرية